أكد سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة بمثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن دولة قطر قادرة على تقديم نسخة رائعة لكأس العالم 2022 تكون فيها جميع ناصر التنظيم المتميز حاضرة بكل قوة وذلك عطفا على ما تقوم به الحكومة القطرية من جهود جبارة في سبيل استكمال كافة المنشآت التي سوف تحتضن البطوض العالمية جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لمراسم حفل افتتاح استاذ خليفة الدولي في الدوحة كما شهد سمو المباراة النهائية على كأس أمير قطر التي أقيمت بين فريقي أسد وريان ورفقه في هذه الزيارة هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب ورياضة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الدول العربية معنية تماما بتحقيق دولة قطر النجاح التام في استضافة كأس العالم باعتبار نجاح الدوحة بمثابة النجاح الكبير للدول العربية وقال سمو لقد سعدنا بافتتاح أول ملعب ستقام عليه مباريات كأس العالم 2022 الأمر الذي يؤكد جدارة وكفاءة دولة قطر الشقيقة على استضافة الحدث الرياضي العالمي الكبير بفضل جهود العظيمة التي بذلت والإمكانات البشرية والمدية التي سخرت لاستحضار كافة أسباب نجاح الحدث من اللحظة الأولى لتقديم دولة قطر الشقيقة لمنفها وإننا في مملكة البحرين نثق بأن أشقائنا الأعزاء بدولة قطر قادرون على حسن تنظيم هذه الفعالية الرياضية الأهم على مستوى العالم وإخراجها بصورة مشرفة ومتميزة يفخر بها كل عربي هذا وشار سمه أن افتتاح أستاد خليفة دولي لكأول ملعب نهائيات كأس العالم 2022 مناسبة عظيمة توجه رسائل إيجابية ومطمئنة إلى الأسرة الرياضية الكروية بأن دولة قطر باتت في جهزية حقيقية ومثالية لاحتضان أول بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط بعد الجهود الكبيرة المبذولة من قبل لجنة الأمنظمة والتي سهمت في تسريع وطيرة العمل والتحضيرات الجدة من أجل انهاء كافة مطلبات الاتحاد الدولي للعبة وتجهيز تلك الملاعب بالصورة المتميزة التي تتوافق مع اشتراطات الفيفا وتابع سموه إننا ننظر بعين الفخر والاعتزاز ونحن نشاهد حفل افتتاح أول ملعبا ستقام عليه مباريات كأس العالم إذنه حدث هم وجميل يعطي إشارات برعة حول العزيمة الكبيرة التي يتسلح بها القائمون على مشاريع ملاعب كأس العالم في الدوحة والإرادة القوية والصلبة التي يتمتعون بها من أجل إنجاز مختلف الملاعب التي ستقام عليها البطولة في الوقت المناسب وأضاف سموه لقد بدأ أستاذ خليفة دولي في حلته الجديدة جميلا ورائعا من كافة النواحي إذ كانت التحديثات وعمليات التطوير المتميزة التي خضع لها الأستاذ خليفة الدولي ناجحة بجميع المقاييس وكانت متوافقة مع معايير وامطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واختتم سموه حديثه بالتجديد على دعم مملكة البحرين الكامل الأشقاء في دولة قطر في طريقهم نحو أسضافة متميزة لكأس العالم وكان في استقبال ووداع سموه خلال الزيارات اسمو الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ترجمة نانسي قنقر